موسيقى السبب عليكم و أهلين بكم حلقة جديدة بررامنج الميكانيك إن شاء الله هذا يتكلم عن مصطرحاتها ما زي بتعرفها عن المحرك يعني إيه لما نقول للمطور 1600 سي سي أو 2000 سي سي و هل فعنا كلما كان المطور أعلى في السي سي كلما كان قدرته أكبر و إيه هي لكم بيشرش في نسبة الانضغاط و ارتبطها بقدرة المحرك الأول قبل مخشف الموضوع يجب نعرف بعض المصطرحات الأساسية لازم نقدر نفرق ما بين التي دي سي و البي دي سي أهم تي دي سي و البي دي سي هكنا قلنا في حلقة اللي فاتت لو أنت مكن مش فتاش ممكن تشوفها من اللينك هنا كده نسيبه هنا كده أو أنت تفرج موبايل هنسيبها في الوصفة تحت الفيديو كنا قلنا أن البستن بيتحرك حلقة عدودة ضي يعني نتحرك ما بين النقطة طيب نقطة بداية و نقطة نهاية أعنا نقطة و أقلنا نقطة أيوة النقطة دي لها إسامي أول نقطة اللي هي تي دي سي اللي هو اختصار للتوب دي تسندر أو ترجمتها النقطة الميتة العالية تعريفها إيه؟ تعريفها إن هي أقل نقطة مكن يصل لها البستن لما المكبس داخل الستوان والبي دي سي اختصار لبوتوم دي تسندر اللي هي النقطة الميتة السفلة تعريفها اللي هي أقل نقطة مكن يصل لها البستن لما المكبس داخل استوان يعني المكبس يتحرك ما بين النقطتين تي دي سي والبي دي سي التوب دي تسندر وبوتوم دي تسندر نقطة متر عالية ونقطة متر السفلة. يعني المكبس والبستون بتحرك ما بين نقطة متر ستين دول. لازل ببعضه نقدر نفرق ما بين والبور. معناه الشوت او احنا بنقول عليه المشوار او الخبطة. وتعريفه هي اللي نصفها ما بين نقطة متر عالية ونقطة متر السفلة. يعني هي المسافة دي كده. اسمها او مشوار او الخبطة بتقيم بلبر منبز لها بس. البور اللي هو كتر السطوعنا. اللي هو احنا اللي حنبقنا عليه كتر الشميس. اللي هي المسافة دي. دي اللي هو بور. برمز بلها بالبي. يعني المكبس زيادة بتحرك ما بين النقطة من نقطة متر عالية ونقطة مدر السفلة. المسافة اللي بتحرك فيها المكبس يعني الحجم اللي بقطع فيه المكبس ستحركه. المنطقة دي كده. اسمها او بمعنى حجم الشوط او حجم المشوار او الحجم المزاح. احنا اسمها الحجم المزاح. الحجم المزاح هو الحجم اللي بتحرك في البسطن او المكبس ده خد السطوعنا بتاعته. لذا انت لاحز ان فيه فرق ما بين الحجم ده والحجم الفوق. الحجم الفوق ده كده اسمه اللي هو حجم الخلوص. او حجم الخلوص هو الحجم اللي بتضغط فيه الخليط لاقل اخر من نقطة ليه. طيب اعلاق ده الكلام اللي احنا قلنا ده بموضوعنا الاساسي او المحرك يعني ايه المحرك الف ستومات سي. الاول لازم نعرف ايه هو السي سي. السي سي اختصار لكيوبك سنتيمتر. سنتيمتر اللي هو سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب ده واحدة لقياس الحجم زي زي اللتر والمتر مكعب واللتر في الف سات متر مكعب والمتر مكعب في الف لتر. طيب احنا يعني احنا لما نجي نقول المحرك في الف ستتمائة سي سي معناها للمحرك ده الف ستتمائة سي سي معناها ايه? معناها اللي مجموعة الحجوم المزاحة لكل السلندر او كل اسطوانة في المحرك ده الف ستتمائة سي سي. نقولنا فسلا في اسطوانة دي الحجم المزاح فيها اللي هي المنطقة دي كده احنا كلمنا عنها. طيب حجم المزاح هنا بتحسب ازاي حجم المزاح او حجم الشوت وحجم المشوار اللي هو بتقاس بمساحة الطوانة في طول الشوت. اللي هي برضو مساحة الشميز في المشوار. احنا لو افترضنا ان مساحة الشميز دي كده خمسين سنتيمتر مربع. وطول الشمشوار او الشوت هنا عشر سنتيمتر يبقى خمسين فعشرة بخمسمائة سنتيمتر وكعب اللي هي خمسمائة سي سي. يعني حجم المزاح في الاستوانة دي الوحيدة خمسمائة سي سي. لو قلنا المحرك ده مسلا اربع استوانة يبقى اربعة في خمسمية يبقى المحرك الفين سي سي. يعني محرك اتنين لتر. نحنا لما نقول للمحرك الفين سي سي معني كده ان الحجم المزاحة او حجم الحجمة بتاع المشوار لكل استوانة من اللي موجود فيهم بالفين سي سي. السؤال هنا هل فعلا حجم المحرك كوري بيحديد قدرته? يعني كلما كان محرك اعلى في سي سي كلما كانت قدرته اعلى. ان الحقيقة ان في عامل تانية مهمة بتحديد قدرت المحرك. حجم محرك مهم في تحديد القدرة. يعني في عامل تاني مهم اللي هو اللي هي نسبة الانطغاط. نظر انطغاط تعرفها ايه? تقايفها اللي هي نسبة الحجم ما بين الحجم الخليط ما قبل الانطغاط الى حجم الخليط بعد الانطغاط. حجم الخليط ابدا الانطغاط بياخد الحجم الكلي اللي هو الحجم ده كده. اللي هو حجم المساح زائد الحجم الخلوس. بعد الانطغاط بانطغط للمساحة دي او الحجم ده اللي هو حجم الخلوس. يعني هو النزمة ما بين الحجم الكلي الحجم الخلوس. اللي هو حجم المساح زائد الحجم الخلوس على الحجم الخلوس. احنا لو افترضنا ان الحجم ده كله. عشر مرات ضعف الحجم ده. انتبقى نسبة الانطقاط هي عشرة الى واحد. طيب نسبة الانطقاط دي بتفرق في ايه? نسبة انطقاط دي بتفرق في اربع حاجات. بتفرق في كطة المحرك. يعني كلما كان محرك اعلى في وفي نسبة الانطقاط كلما كانت كطته اعلى. ده معنى كده اللي احنا مكننا عن نسبة الانطقاط زي ما احنا عايزين. لا انت محدود او محكوم بليمتس. عندك حدود. حدود دي بتفرق بسبب ايه عندك مسلا نوع نوع الحقن اللي انتو بتحقن فيه الوقود في لو انت بتاخد البنزين يبقى انت ما محكوم بسيلف كنيشة لبنزين اللي هي طاقة حياتي اشعاري الذاتي لبنزين نفس الوقت اولاده محكوم بنوع الماتريال المواد المصنوع منها المحرك سواء السيلندر او البيستون او البيقل او الكرينكشافت حانا كان معنا بتفصيل ان شاء الله بحالة الجاية بس انت محكوم بليميتس بحدود بيفرق وانت برده في تحديد كفاءة الحررية لوقوت يعني كلما كان من نسبة الانطقات اعلى كلما كانت كفاءة الحررية اعلى. يعني انت بتاخد اكبر كمية من الطاقة او من القدرة من الوقود كلما كان نسبة الانطقات بدعاته اعلى. بتفرق برضه في تحديد كمية استعلاقات الوقوت لانت لانه انت عندك محركين الاتنين زي بعض بزف نفس الحجم soup wise نسبة الانطقات بتاعته واعلى من الثاني صح سرعة نزبة الانطقات الاعلى بيكون هو بيوفر الوقود اكتر من التاني. بيفرق برضو في تحديد نوع الوقود المستخدم. يعني مسلا في العبارات الاديمة زي اللادة والشحين والمية اوانة وعشرين. فكان موطرها اديمة في نسبة الانتغات له قليلة. بتوصل لتمانية. تمانية دي بتاخد بنزين تمانيين. حق لو انت حقيت وحطيت بنزين مسلا اعلى التسعين في المحركات دي بقى انت كده بترمي في الصفاتي. لان اساسا نسبة الانتغات بتاعته التمانية دي اقل حاجة ما ينفعش نزودها حتى لو احنا حطينا بنزين اعلى من كده. نافل ان العربية الحديثة بصفة عامة بكل نسبة الانتغات لها عاية. بتوصل لتسعة وعشرة. فهي لان حركات تطليلية نسبة الانتغات لها تسعة بتاخد بنزين تسعين. لو بحركات لها داس بتانتغات لها عشرة بتاخد بنزين تسعين. ده على حسب نوع محرك بتاعك والكتالوج هو اللي بيحدد نوع الوقوت. كنسبة الانتغات بتحديد تقربة حاجات. بحديد قطرة المحرك. كفاء الحرية. معدل ستركوا الوقود. ونوع الوقود دي مستخدم. ده كده كانت تعريف حقيقة محرك ونسبة الانتغات. لو انت عندك ايه سوف تصرف بها الحلقة او كترة حلالة الجانية. انا شرح فيها ايه تغيير تتسيبها في كومنتات تحت الفيديو. ترجمة نانسي قنقر